سبيل للإعلام تقدم قصص الأنبياء بالعامية السودانية قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام الحلقة السادسة كيف أنت يا خلتصفية؟ أهلا. وأهلا. أهلا. أهلا. الحمد لله. كيف أنتم؟ إنك كونسي الله يفعلكم يا خلتصفية، في المرة الفاتت قلت لنا أنو وكيل سيدنا إبراهيم والجماعة المعاو نزلوا جنبير وبركوا جمالهم هناك عشان يرتاحوا من تعب السفر ده كلام صح وفي الوقت ده وكي سيدنا إبراهيم كان بفكر فيه أمر اختيار زوجة لإسحاق ولا السيدنا إبراهيم صح صحي وعشان كده دعا الله وقال يا الله يا ربي ورب سيد إبراهيم أزألك التوفيق وإكرام سيد إبراهيم يا رب خلي البتل بطلب منها الموية وتديني الموية عشان نشرب وتزقي جمالنا تكون هي اختيارك لإسحاق وقبل ما يكمل الدعاء بداعه ده عاينه شاف له بالجاية ماشى على البير وقال أهو دي واحدة جاية يا السلام والله سمحة سماحة قضعة يا بيت تسمحي لي نعم أنا داير لي شوية موية ممكن تديني شوية موية نشرب كدا بكل سرور يا عمي يتفضل أشرب أجمال الباركة ديك تحقتكم؟ أهي يا بتي دي جمالنا معنى كده إنكم أكيد جايين من بلد بعيدة طيب أنا حاسق جمالكم دي لأنها أكيد عطشانة وعايزة تشرب أنا حدية موية تشرب يا عمي ممكن؟ كدا خيري والبيت جابت موية للجمال وكانت بتفرغها في حوض وبترجع تجيب موية من جديد وكيل سيدنا إبراهيم كان بيراغبة بدون ما يتكلم عشان يعرف إنه الله وفقه في الاختيار ولا لأ ولما الجمال شربت وكيل سيدنا إبراهيم سأل البيت عليك الله يا بتي قولي ليه أنت بيت منه؟ أنا؟ أنا رفغة بيت بتويل ودناحور بالمناسبة عندكم محل تبيته فيه يا عمي؟ لا والله ما عندنا يا بتي لكن الله كريم بكل سرور يشرفنا إنكم تنزلوا معانا بيتنا الحمد والله واسع حكلم أهلي؟ الله يبارك فيه وأنا متأكدة إنهم حيرحبوا بكم الله يبارك حيرحبوا بكم جدا وكيل سيدنا إبراهيم عرف إنه نحور أخو إبراهيم هو جدا البيت دي وقال لي نفسه أكيد أكيد دي البيتة اللي بتنطبق عليها والصافر سيدنا إبراهيم أيوة ياها أنا حاديها زمام الدهب دا والغواجتين دي هاكي يا بتي هاكي أنا يا عمي؟ آي هاكي الزمام دا والغواجتين دي للبسيهم يا سلام الحاجات دي لي أنا يا عمي؟ آي لك انتي شكرا لك يا عمي كتر خيرك شكرا لك كتير الله يديك العافية وبعداك وكيل سيدنا إبراهيم فرح جدا وسجد لله وقال أشكرك يا رب أشكرك يا رب لأنك أكرمت سيدي إبراهيم وأرشنطني لدر عائلته هنا طيب طيب عنيزنك يا عمي؟ أنا ماشي البيت عشان أكلم أهلي؟ جزاك الله خير يا بنتي تفضلي تفضلي يا بنتي ورفقة مشت لي أهله وكلمتهم بالحاصل ولابان أخوها قام ماشى للبير عشان يسوق الضيوف للبيت وضيفهم هناك خاصة بعد ما شافت دهب اللابساه أخته وسمح كلام القالته وفعلا ساقت ضيوفه وجابهم للبيت وربط دمالهم في الزريبة وأداها قش عشان تاكله وجاب موية الوكيل سيدنا إبراهيم والجماعة معاه عشان يقسلوا رجلينهم حسب العادة وبعداك جاب لهم أكل لكن وكيل سيدنا إبراهيم أبا يأكل وقال طيب اتفضل يا سيدي ولا شيء لا عاوز تقوله في الحقيقة يا ابني أنا وكيل سيدي إبراهيم والله من فضله باركه جدا وبقى عنده خير كتير جمال وبقر ودهب وفضة وخدامين وغنم وحمير والعجيب في الأمر إنه زوجته سارة جابت له ولد بعد ما كبر وبعد ما هي كبره والولد ده اسمه يسحاق هو الحيور سابو وسيدي إبراهيم حلفني ووكلني عشان أجاله عروس ليه ولده بس بي شرط إنه ما تكون من بنات الكرعانين طيب عايزينها من وين سيدي إبراهيم قال تكون بيت من بنات قبيلته من أهله يعني من منطقتكم دي من هنا واني عند البير دعيت الله دعا خاص ووكيل سيدي إبراهيم حكى للناس المستضيفينه القصة بكل تفاصيله وكيف إنه الله استجاب لدعاه ووفقه في اختيار البتة المطلوبة وبعد ما خلص كلامه سأل أهل رفعة هسا قدي قولوا لي ممكن تكرم سيدي إبراهيم وتوافق على إنكم تناسبوا ولا عندكم اعتراض عشان أشوف لي بالتانية دي مشيئة الله يا سيدي واني احنا ما ممكن نرفضه واسي بنقول لكم مبروك شكرا شكرا يا جزاكم والله خير بارك الله فيكم وحسب مشيئة الله نحنا وافقنا إنه نزوج بيتنا الرفقة لابنكم اسحاد بارك الله فيكم ما قصرته والله ما قصرته ووكيل سيدنا إبراهيم لما سمع الكلام ده سجد شكرا لله وبعد ما سجد طلع مشغولات من الدهب والفضة وبعد الملابس الجميلة والدهل رفعة وأدى أخوها وأمها كمان بعض الهدايا الجميلة وبعد ذاك يا جماعة الضيوب ديل أكله وشربه وباته في بيت بتوئيل وفي الصباح وكيل سيدنا إبراهيم قرر إنه يسوق رفقة معاه ويرجع لكن أمها وأخوها لابن قالوا ليه يا سيدي عند طلب واحد تخلي رفقة دي معانا زي عشر يوم كده وبعد ذاك سوقوها يا جماعة يا جماعة خير البر العجله ما تأخروني طالما إنه الله وفقنا عليكم الله خلوني أرجع وأفرح العريس وأفرح معه كمان سيدي طيب كده خلينا نزل رفقة لأنها صاحبة الشان ونشوف رأي شنو رفقة رفقة نعم نعم وكل سيدنا إبراهيم غرر إنه يسافر ودائر يسوقك معاه طوالي هسا ونحن قلنا ليه يخليك معانا هنا زي عشر يوم كده انت رأيك شنو يا أختي أنا أنا رأي أمشي معاهم طوالي بارك الله فيك يا بتي بارك الله فيك انت بتواعي فعلا يلا أمشي جهزي نفسي عشان حنسافر بعد شوية أتمنى لك السعادة يا بتي سعيدة وبعيدة يا ربي آمين يا ربي الله يرزقك بالزرية الصالحة آمين يا ربي ويبارك فيهم آمين يا ربي ويجعلن ألوفا مؤلفة وينصركم على أعداكم آمين يا ربي أتمنى لك السعادة بالتوفيق يا أختي ربنا يوفقك ويزعدك يا بتي في أمان الله ووكيل سيدنا براهيم والجماعة المعاه سافروا معاهم رفغة وخدامات وفي مرة إسحاق قام من مكان بير الحية البصير المكان التساكن فيه ومشى عشان يزور أبوه في حبرون وفي حبرون في مرة في المسا طلع ومشى المزرعة قريبة عشان يتأمل في الجمال اصطنعوا الله ومن بعيد شاف ليه جمال جاي يماشى عليه ورفقة عروسه كانت علي واحد من الجمال ديل وعاينت ولما شافت إسحاق نزلت من الجمل وسألت وكيل سيدنا براهيم يا عمي يا عمي آه يا بتي الرجل الجاي يماشى علينا داك عشان يستقبلنا دمنا ده ممكن يكون إسحاق آي آي ياهوش دي إسحاق عريسك يا بتي ورفقة لما عرفته غطى توشع وإسحاق مشى عشان يستقبلهم وعرف الحكاية كلها من وكيل أبوه رفقة أهلا مرحباكي أهلا إسحاق تسلم أنا الليلة سعيد جدا داك مليون في حياتي وبعد زواج إسحاق سيدنا براهيم كمان تزوج مرة إسما قطورة وجابت له أولاد تانين بالإضافة طبعا لإسحاق ولد سارة وإسماعيل ولد هاجر وإسحاق ورث كل أملاك أبوه وسيدنا براهيم بحياته أدى أولاده التانين هدايا ورسلهم لبلاد الشرق بعيد عن ولده إسحاق خوفا من الفتنة وبعد ذاك رحم من الدنيا بشيء بصالحة وكان عمره 175 سنة وكانت حياته مباركة جدا وأولاده اللي اتنين إسحاق وإسماعيل دفنوه في مغارة مكفيلة اللي هي جذر من الأرض اللي كان يشتراها ودفن فيها زوجته سارة ومكان الأرض اللي كانت فيها المغارة دي يا جماعة موجودة في مدينة الخليل في فلسطين حسي دي يا جماعة كانت هي قصة سيدنا إبراهيم الخليل عليه السلام شكرا لك يا خلت صفية ربنا يديكم يفضل ويزيدك بارك الله فيكم شكرا لكم الله يخليكم تسلموا يا أولادي تسلموا حبائبي وإنتي كمان تسلم إن شاء الله وكتر خيري كتير الله يخليكم مع السلامة يا خلت صفية مع السلامة شكرا للمعلومات المفيدة دي الله يخليكم ربنا يخفزكم تحية زروق إخراج تماضر شيخ الدين